السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بكل متابعي ومشترك قناة جاندلوس رسالة عجلة الى وزير التربية والتعليم بنبلغك رسالة من كل الطلبة من كل طلبة اولى وتانية سنوي يا سيادة الوزير يا دكتور طارق كل الطلبة عاوز اتعرف الاكواد يا جماعة لما عرفنا مصادرنا الرسمية الاكواد مش هي هي اللي كانت معانا في الامتحات التجريبية اولى سنوي او الامتحات القديمة لا الاكواد هتتغيرها هتنزل النهاردة او بكرة وان شاء الله هتنزل على اللينك هسيبولكم اسفل الفيديو اللي هو السلام على رقم التعريف للطالب لجماعة المراحل التعليمية والاكواد والكلام ده كله هيبقى على موقع الوزارة واول ما هينزل انا هعملكوا فيديو مخصوص ونزله عشان خطركم لغاية الوقت الاكواد لسه منزلتش وتانية حاجة اللي وصل خبر لقناة اجيل اندلوس يعني خبر نقول مؤكد بنسبة 80% ان الامتحانات هتكون موحدة بس موحدة على مستوى ايه على مستوى الجمهورية ولا مستوى المحافظة محدش لسه يعرف الى الان الغير مؤكد بنقول غير مؤكد لو مؤكد بنطلع ونأكده مية في المية من قناتنا اجيل اندلوس يبقى الاكواد الى الان في تغيير التغيير انا منزل على صفحة اجيل اندلوس وعلى موقعنا الرسمة اجيل اندلوس ده اي حاجة هتنزل موجودة عندنا المبارح الفجر نزلت لكم الاكواد هتتغير وهينزل بها اكواديوم الاثنين والثلاث فالغيرت وقتنا هذا الغيرت اللاحظة دي لسه مش حاجة نزلت الاكواد هتنزل النهاردة وبكرة والامتحان هيبقى يا اما موحد على مستوى الجمهورية يا اما موحد على مستوى المحافظة وده ترى بشرة حلوة يعني الخبر كويس لما كل امتحان موحد هتبقى سهلة جدا بالنسبة للطلبة هتكون كويسة جدا هيبقاش في ضغط كبير على الطالب فيارب يجعل الخير دايما لكل ولادنا ان شاء الله دايما صحتنا اهم من تعلمنا ونتمنى من الدكتور طارق يطلع يوضحنا الموضوع ده كله يوضح لقل سنوي لتنى سنوي لتالت سنوي اعاوزين حاجات تطلع تفرح الطلبة زي ما سوريا البارح فرحت كل الطلبة اربعة مليون طلب فرح انبارح زي ما السعوداء فرحت الطلبة زي ما الكويت فرحت الطلبة نتمانى من الدكتور طارق يفرح الطلبة كلها ويقول ابحاث بدل من امتحانات او لو السستم وقع لا يحصل لو الكهربا اطعت اللي يحصل اعاوزين ضماناتها دكتور طارق اعاوزون ضمانات الطلبة الغايات وقت انها هزا مش عارفة تجيبي الاكواب ما بالك بقى لو انك تفصل لو الكهرباء فصلت كل ده فين فين الناس دي عاوزين نطلع نقول للبشر دول نطلع لقول لأولا الأمور كل الكلام ده ضمانات ولادكو ايه احنا ضمن للكو ان شاء الله ان السيستم يبقى كويس طيب لو السيستم واقع اي لا يحصل طيب ولادنا هيروحوا المين يتصلوا بمين الدنيا دي كلها في ناس كتير مش فاهم حاجة دكتور طارق نتمنى رسالتنا توصل لرئاسة الجمهورية لرئاسة الوزراء لدكتور طارق شوئي وزير التعليم عشان يطلع نقدر وضح لنا الاسئلة اللي احنا عاوزين لها اجابات دي اتمنى النجاح لكل الطلبة اتمنى مصر تكون بصحة جيدة ان شاء الله في الايام المقبلة ويرفع الازان في كل مساجدنا ان شاء الله ونرجع للحياة بتاعتنا حياتنا الدينية سواء مسلم او مسيحي كل الناس ترجع لطبعتها البشرية بكل بساطة ان شاء الله ويزيل الغمة والغم اللي احنا عاشين فيه دا كله قولوا دايما امين والله محفظ مصر والمصريين انتظرونا بالليل ان شاء الله في بس مباشر هنوضح في كل ملابسات الم الموضوع وكل حاجة لقناتكم قناة اجيال اندلوس ايه لا يخص الطلبة هنعمل ايه في الامتحانات فيه تسريبات مفيش تسريبات فيه اكواد الدينية ماشية ازاي كلها يكون عندنا اول باول في قناتكم قناة اجيال اندلوس انشر الخبر حتى تعمل الفائدة وللسه مشتركش يشترك معنا في قناتنا اللي هي قناتكم قبل ما اقول قناتي وفعلا الجرس حتصلك كل جديد ان شاء الله في امان الله موسيقى